هل هذا هو الوقت المناسب لإيجاد حل سياسي أم إنه الوقت الأنسب للحسم العسكري قد تدور الحروب في مجال السياسة وقد تكون مشاهدها الأخيرة فقط هي التي تنتقل إلى ميادين القتال على مسافة ساعات من انتهاء مهلة التاسع والعشرين من شباط الحالي تسارعت التطورات إلى أقصاها وتلقت تركيا ضربة عسكرية موجعة راح ضحيتها 33 جنديا تركيا على الأقل في بلدة بايلون في ريف إدلب وما بين الميدان والسياسة تحاول أنقر الحصول على دعم عسكري وسياسي من الحلثاء في حلف الناتو الذي أنهى اجتماع طارئا في مقره ببروكسل بناء على طلب تركي إلا أن تلبية الناتو لهذا الاجتماع الطارئ مازال مقتصرا على الدعم المعنوي والتنديد والشجب وقال أمينه العام إن الحلف يدرس إمكانية فعل المزيد من أجل تركيا ندعو روسيا والنظام إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لأننا رأينا قصف أهداف مدنية وشهدنا معاناة إنسانية متزايدة وأجبر مئات الألاف من الناس على مغادرة منازلهم لا يبدو أن هامش الاتكاء على تصريحات الناتو متسعا ورحبا بالنسبة للأتراك كما لا تبدو أن التصريحات الأمريكية الإيجابية فيها هامش من الاتكاء التركي عليها وخاصة في ظل امتناع واشنطن عن منح تركيا لنشر منظومات باتريوت على طول حدودها بالرغم من ضيق المخارج السياسية المتاحة وتضاؤلها لكن الحركة الدبلوماسية مزل قائما بين أنقرة وموسكو حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيسين أجريا محادثات هاتفية وبحثا تطبيق الاتفاقات المتعلقة بإدلب كان اللقاء بين الرجلين مستبعدا ولكن تسارع وثيرة الأحداث الدراماتيكية جعل من هذا اللقاء ممكنا وقد يكون في أقرب وقت وبالأخص بعد فشل المفاوضات بين الجانب التركي والروسي لتنتقل هذه المفاوضات العسيرة إلى بوتين وأردوغان هناك الكثير من المواقف الغربية المساندة لتركيا وهناك الكثير من المواقف الأمريكية المعززة للموقف التركي لكن حزمة هذه المواقف لن تشكل فعلا حقيقيا على الأرض وفي الميدان ليبقى الموقف التركي العسكري أكثر صعوبة لناحية خوض المواجهة وتوسيع رقعة التصعيد وفي ظل انتهاء المهلة الممنوحة والضربة التي طلقتها تركيا سيكون أمامها تكريس نهاية الاتفاقيات مع روسيا أو تكريس بناء اتفاقيات أخرى بناء على ما تملكه من أوراق وهل تملك تركيا فعليا أفقة بالورقة الأمريكية وورقة النيتو ماذا تبقى من هوامش المناورة لدى تركيا إنه السؤال المباشر في اللحظات المباشرة الضيقة روسيا وتركيا أمام زمن الحلول النهائية أو أمام مفترق طرق نهائية